تعليقا على عرض وزير الإسكان خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة أكد رئيس أسيسي أن الشواطئ المصرية خاصة في منطقة الدلتة منخافضة ومعرضة في حال ارتفاع منسوب سطح البحر إلى مخاطر محتملة خلال الخمسين عامنا القادمة مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات من أجل الحفاظ على الشواطئ كان عندنا لحماية الشواطئ ده مصرين ما صر إننا نعمل حاجز مية مش كده يا دكتور عاصم ونعمله ويكلف ملايين برضو وقد يكون يكلف أكثر من كده أو إننا نعمل حاجة تحقق إننا حقق مجموعة من الأهداف بإجراء واحد مش كده هو ده اللي دكتور عاصم يقولك عملنا شقدر ارتفاع متر ثم عملنا طريق ارتفاع متر ثاني ثم عشان في النهاية إذا كانت الشواطئ المصرية وخاصة الدلتة معرضة نتيجة انخفاض منسوبة عن المعدلات المحتملة اللي هتحصل خلال الخمسين سنة الجاية هنبقول كلام صحيح طيب مش كده يا دكتور مصطفى فإحنا متوقعين متر أو مترين طيب إحنا عندنا نقدر نعمل على امتداد مثلا 200-300 كيلو حواجز تكلفنا عشرات ويمكن مئات المليارات من الجانهات أو الدولارات عشان نحمي شواطئنا اللي هم أرى منها الناس بتاعنا اللي موجودين في الدلتة شكرا